اشتركوا في القناة 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 هل لديهم حارس مار ما مثل اندري اونانا اندري اونانا تاكيه ودي قلت لك درت عليه فيديو دير واحد الاخطاء كاريتية كاريتية يمار كير روحو راي خي درت لك فيديو مزلت حلفهمك وتهضل عليه انتايا يودي غير روحو وشجيبوا حارس واحدة اخر سينول تاكلوا شكارة او ديفيد ايباسي انه لا امر مؤسف ان نفقد زامبو اللي خسر انجويسا وان غاماليو في الواسط يعني قال لك على الاصابات هادوك اللي قال لك يعني خسارة اللي خسرناهم اوطنهم والجلسة اينا كلهم دوك يقولها لكن انا اسمه الذي احبه يعني اوليفر الذي احبه استعدنا لاعب الشابة مرائعا ارادوا اللعب في الاولمبي لديهم ملعب مثل جابوما في الجزائر يعني يتسائل قال لك باللي ما عندهم شمين بان ملعب مثل جابوما قال لك احنا عندنا جابوما راهو احسن ملعب في ملعب ملعب في الجزائر ارني اياه اذا عندهم ملعب في الجزائر مثل جابوما جيبهولي يا لهو ما نجيب لك مرة اشي عليك هنا اياه قال لك يا لهو من نيت انهم غاضبون من اجل لا شيء هو ملعب جامل للغاية حتى لو كان الملعب يمكن مشكلة يعني على جابوما ملعب فالملعب لا يكلف شيئا يمكننا تغييره كل يوم ولكن من الصعب بناء ملعب مثل جابوما قال لك بوم اننا قدروا نصلحوا ما كان حتى مشكلة بصعب من الصعب باش تبني زعمة من الصعب على الجزائر باش تبني ملعب مثل جابوما بو عندنا ملعب ولكن الله غالب بزاف قولوا فيهم بزاف وطروا مو تعوهران وتعو تعو 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 شوفوا هذا وشي يقول له اتفق باك تماما سوف يجعل طوله محرس غير مرء تماما لدرجة ان الجزائر ستجد نفسها تلعب عشر ضد احداش يعني يرى اذا محرزها لحنا نطفوها غدوة مع غياب انغويسة سامرة اخيرا لايب وسط سيكون على مستوى ذلك وسيحطم هؤلاء الجزائريين واحد فقط مفقود من هذا الفريق هو نقام مالو يأتي الشخص الذي سيحل محله ويلعب دور الدجاجة حيث نجعل لاعبا سكيل سليكي سليكي او حتى نيو بدلا من اغتنام فرصاته مثل تطاطا احذر منه ان انه اذا كنت انت تحل محل واسمه غانغو وما زلت تجرؤ على الذهاب ولاعب دجاجة مزورة يعني هنا يقصده جناح مزور او مهاجم وهم يقصده هنا اه لا بال اثناء الفرار من المباراة لا تقول ابدا انك لم يتم تحذيرك اكرر مرة اخرى ان الكاميرون لن تهزم الجزائر ذهابا وايابا فحسب قال لك بل ستكون ايضا سيطرة كاملة على الاسود يعني رح يسيطروا على الجزائر سيطرة كاملة قالوا علوة على هذا فان الجزائر يخافون من نوع ما من نوع ما اسمع كيف يتحدث مدربهم كثيرا نشعر انهم يلمح الى شيء لقد شاهدنا الجزائريون كل ما تبدله في المباراة القديمة والمباراة اللاعبين المختارين في الاندية لانك نشرت بسرعة قائمة هذا حسب المدرب تحهم نشرت قائمة 26 اللاعبين يطلح لي سؤال هل شت الجزائرين كيف شتنشبه في الاندية بتاحهم نشر جمال بالماضي قائمته في وقت متأخر هل شاهدت مباراة هؤلاء اللاعبين في الاندية هل شاهدت مباراة الجزائر في كأس العرب بقطر وفي الكان لا تلعبوا خباراء نريد الفوز ولا تغيروا القصة لان الكاميرون تغلب دائما على الجزائر في مباراة رسمية والاسود من ذلك ان الكاميرون لم تخسر على ارضها لفترة طاولة اعلم ان الجزائر تبحث عن تعادل في دولة وتأمل في الفوز بالعاصمة بالجزائر العاصمة الامر مترك لك للفوز في دولة والتعادل في الجزائر يعني ريقول له للامر مترك لك تربحهم هنا يا ونبعدين معهم تعادل خلاص قالي فينا هم وراء شالوم هذا يقول شالوم زعمة لان هم وراء شالوم يعني كما قلوه احنا شالوم يعني راكوا على بلكم اسرائيل وهذا زعمة يستفز فينا وهذا قال له شالوم الذي اطلقه القارئ اللي التو يجيب ان يقال في حائط المبكى يرد عليه يقول له هذا يا ابو خوتي ما هدروا بصرع شفته يا اخي المؤتما الصحفي جمل بالباضي لعب على كما نقول له الجانب النفسي بزاف تحس باللي راهم فيها راحة والمؤتما الصحفي حسيت باللي كما نقول له رامي حاولوا ما يديرش الضغط عليهم يضحكوا كده وهذا جيد جدا 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 انك تكون كما نقول له نفسيا مرتاح تدخل المباراة فيها خير ان شاء الله هذا وشانا قدر نقول لكم خوتي ما بوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته السلام